سيد فليد الآن روسيا حين دخلت عملية عسكرية في أوكرانيا اختارت واشنطن سلاح العقوبات هل سيكون الحال نفسه إذا ما تكرر في طايوان إذا ما اقتحم الجيش الصيني طايوان الولايات المتحدة لديها سياسية استراتيجية بحثة في التعامل مع مشكلة التايوان والصين وهذه الطريقة التي تكون بها الولايات المتحدة لا تريد أن تثير التوترات بين الصين والتيوان ولكننا نريد أن نعترف بحقوق المسؤولين في الولايات المتحدة في التحدث عن حماية التايوان زيارة بوليسي لم تكن استبزازية ولم تكن بسبب إشارة إلى الاستقلال ولكن كيف يمكن خفض التوترات التي بدأت منذ أشهر وهذه منذ عامين كان هناك الموقف أكثر هدوءا لابد أن يزور رئيس بايدن الصين لخفض التوترات ولكن القول بأن الولايات المتحدة تتدخل بين الصين وتايوان هذا أمر شيء غير حقيقي طيب ولكن إذا ما حدث النموذج يعني الأوكراني في تايوان هل تستخدم سيد فليدز سؤالك هل تستخدم حين أهل الولايات المتحدة فقط سلاح العقوبات الولايات المتحدة لديها سياسات ثابتة الولايات المتحدة باعت أسلحة لتايوان في الباضي وسوف تستمر في بيع الأسلحة إلى تايوان وتايوان سوف تدافع عن نفسها لا يوجد هناك أي تغيير بالسياسات وليس هناك أي أحد يدعو تايوان إلى الاستقلال وهذه السياسة دائمة